من الأخبار الكويسة طبعاً أن الأهلي بيجهز اللاعب طاهر محمد طاهر للعودة لقيمة الفريق في مباراة صاني داب في إياب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا اللي هتكون إن شاء الله يوم الثلاث زي ما قلت لحضراتكم وزي ما حضراتكم عارفين يمكن اللاعب بيعاني من إصابة بكدمة قوية في الضلوع تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري واللغاب بسببها عن مباراة وادي دجلة إمبارح يمكن طاهر في مباراة الاتحاد الحقيقة قدى بشكل كويس وبدأ يظهر أكتر بالنسبة لجماهير النادي الأهلي ويقدي بالشكل المطلوب وبدأ يبقى فيه ثقة أو ياخد الجرأة بنواه ياخد الكرة يا أحمد كده ويجري بيها من نص الملعب يعني كنا شايفين قد أيه كمان كان مساعد جداً في الهدف الأول بتاع كهرباء هو طاهر إن شاء الله بإذن الله ياخد فرصته في التأقلم والإنسجام مع الفرقة وياخد فرصته في إنه ونتمنى طبعاً أن ده يحصل في أسرع وقت ممكن يعني ما عندناش رفعية الوقت في الأهلي دائماً مش موجودة محتاجين كل حاجة تحصل سواء من اللعيب نفسه رغبته إردته إصراره على إنه يدخل في أعلى فرمة وأعلى مستوى وإنه يبقى فيه حالة انسجام ويقرب من اللعيب اللي بيلعبه مع الفرقة ويبقوا فاهمين بعض زي ما بقول كده من غير ما بنتكلم ده مطلوب من كل فرد في سكواد الأهلي يعني في أسرع فرصة ممكن لكن أنا بعتقد أنه طاهر لما يوصل لقمة مستوى ويدخل فيه حالة الانسجام أعتقد أن احنا هنشوف إن شاء الله بإذن الله منه حاجات كتيرة جداً وكل التوفيق لي إن شاء الله يرجع بالسلامة ويكون جاهز في الفترة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر